بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع عشر بعد المئة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبياءه نبينا محمد على آله وصحبه وبعد قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الروح هل هي قديمة أو مخلوقة وهل يبدع من يقول بقدمها أم لا وما قول أهل السنة فيها وما المراد بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي هل المفوض إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما أين ذلك من الكتاب والسنة فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله رب العالمين روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقط لما تكلم على خلق الروح قال النسم الأرواح قال وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة أي خالق الروح وقال أبو إسحاق بن شاق لا فيما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة قال وهذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب إلى أن قال والروح من الأشياء المخلوقة قد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر المشائخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندى في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا قبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهر جوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم وقد نص على ذلك العمة الكبار اشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم لا سيما في روح غيره كما ذكر أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فقال في أوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ظل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ظال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المظلين وتكلم يعني الإمام رحمه الله على ما يقال أنه متعالض من القرآن إلى أن قال وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث وأضلوا بشرا كثيرا فكان مما بلغنا من أمر الجهم أعدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ وكان صاحب خصومات وكلام كان أكثر كلامه في الله فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إله قال الجهم نعم قالوا له فهل رأيت إلهك قال لا قالوا فهل سمعت كلامه قال لا قالوا فهل شممت له رائحة قال لا قالوا له فوجدت له مجسا قالوا لا قال لا قالوا قالوا فما يدريك أنه إله قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد تحير أربعين يوما ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذاته فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عن ما يشاء وهو روح غائب عن الأبصار فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمن ألست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال لا قال فهل سمعت كلامه قال لا قال فوجدت له فوجدت له حسا ومجسا قال لا قال كذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان وساق الإمام أحمد رحمه الله الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك إلى أن قال ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال إن وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق فقلنا أي آية قال قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو عيسى مخلوق فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى في قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن ولكن بالكن كان فالكن من الله فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قال عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة قال وقول الله وروح منه يقول من أمره يقول من أمره كان الروح فيه فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره وتفسير روح الله أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال عبد الله وسماء الله فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون إن روح عيسى من ذات الله وبين أن إضافة الروح إضافة ملك وخلق كقولك عبد الله وسماء الله لا إضافة صفة إلى موصوف فكيف بأرواح الآدميين وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته